تلتقط زمردا قطاع أطفالها من هذه السوق دون أن تكترث لإجراءات الحجر الصحي تقول إن الجوع أخطر على عائلتها من الوباء كورونا مخلي بشتقل الشر والمرض ما تقاش بشتشري بيدو جافيل بشتغسل بيه بشتغسل بيه جراثيم ما تقاش بشتشري قلب صبوه بشتغسل بيه ديك ما تقاش بشتاكل كيفاش راحك بشتمنع منها كورونا نجم تمنع منها وزارة الصحة التونسية تؤكد أنها نجحت في وضع حد لانتشار الفيروس في البلاد بعد تماثل أكثر من 50% من المصابين بفيروس كورونا للشفاء تونس خلطت لأنها قدرت تحد من انتشار المرضى بالإجراءات التي تم وضحها من أول مبدأ تقاسيم الوباء من أول مبدأ ينتشر في الصين إلى حد اليوم ورغم تحضير السلطات التونسية من موجة ثانية للجائحة لا تلتزم الغالبية من التونسيين بضوابط الحجر الصحي أمام ضيق الحال وانسداد آفاق العيش كيف ستدير حكومة الفخفاخ الملف الاجتماعي والاقتصادي في ظل أزمة مالية خانقة؟ سؤال يؤرق الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في البلاد نحن الآن في الاتحاد بصدد إعداد برنامج إلى ما بعد الكورونا ولن يكون ما بعد الكورونا مثل ما قبل بالنسبة لنا عديد من القضايا الاجتماعية اليوم ثم عدلة جبائية ثم الواجب الاجتماعي بالحماية للعمال تخشى غالبية التونسيين أن تثقل الإجراءات الجبائية بعد أزمة فيروس كورونا حياتهم بمستوى عيش لا يتلائم مع تدهور قدرتهم الشرائية وغلاء الأسعار ويرى متابعون أن نجاح تونس في مجابهة أزمة فيروس كورونا بات مرتبطا بمدى قدرة الحكومة على إنعاش الاقتصاد وحماية عامة الناس من أزمة عيش قد تكون أكثر خطورة من أزمة فيروس كورونا جلال أموانع الحرة تونس